مقرساكاً بشهر الله في اتنين مواصفين هتدلوك ع الوراق بقى الخربة مش هيتفاضل أنه يتخدم خدمة نسر ايه ده؟ يعني هيتطلعو لها شادة ميلاد وبطاقة عادي؟ اه وصلها سقطة خير هنخلص عشان وننزل على طول لا على طول ايه؟ انت هتستنيني ساعتين اخد الشوار بتاعي وانشف شعري ساعتين ايه ده؟ انت رايحين فين؟ والله يا ماما احنا كنا يعاني نازلين كده نشتغل شوية حاجات لكن العجيبة بقى ان الاستاذ طارق تفضل وتنازل وهيجي معنا طب اولا بقى انا مش نازل معي انا نازل اشتري فستان للوبنا عشان تحضر معنا فرح بنت اللي هو خديد اه فرح ايه ده انت شرق بناك كتير بتجيب في سيرتك كان عارف يختار منهم واحدة يتجوزها بلا خيبة بصمعها قولي له اختك وتهزر معيك اختي اه قولي لها حاجة انا قلت احسن اه خلاص كلت حصلنا عشان هيزك جا اخيئ احك انا لاحز حاجة غريبة إطارق بينكو Webbناء مش فاعد اسمها أطارق صحيح يلبنه ابنتي طيبة و لطيفة بس احنا ما نعرفش عنها اي حاجة فما ينفعش انك تفكر صفتنا بس يا حاجة ما ده الكلام اللي انا اهرته في الهول من الموضوع اختلف صحيح هي بنت غلبانة ومسكينة واحنا بنعطف عليها بس بردن ما ينفعش نحبها ولا نفكر نتجوزها تنسيت انت مين نسيت ابوكي بقى مين على امام حاجة لسه بدري اوها الكلام اللي انت بتقوله ده بدري يعني يعني ممكن تفكر في الموضوع ده انا منكرش اني معجب بيها يعني لا لا يا طارق من دلوقتي بقولك لا بالصلاة على النبي يا استاذنا الاجار المفروش ده ليه شروط وخصوصا لما تبقى اللي هتأجر وهتسكن واحدة سينة ايام انا مش ابعها بمعها برده او يا عمنا راشد دايب ابن عم جوزي يعني زي اخويا بالذات حيدي يشق علي ويمشي على طول يعه ما يدرش بصاله على النبي عليه السادس والسلام مهنة السمسرة دي اهم حاجة فيها السوق وانا راجل سمعيتي زي البرلند والناس مالهاشغل فابورا يا رابي بعمل ازاي ده راجل وست سكنين في شقة مفروش مع بعض يبوا حاجة من الاتنين يا اخوات يا متجاوزي متجاوزي الرسمي زي الفن متجاوزي العرفي ما يدرش من غير ورق ما عنديش شقة مفروش طب والله يلا نبيل لموا الحاجات دي وطفوا الأنوار واتكلوا على الله ماشي باشي ايه اه معك يا حق وانا نسيت اقولك قصة انا هتجاوزك ايه بقولك هتجاوزك انت سمعتيني انا اوه مرة طلب من حد الطلب ده ومش هتجاوزك وبس انا هتجاوزك واجيب منك ايال كمان ولو فضلتي متنى حالي كده هخلف منك دلوقتي انت اتجن انت صح؟ اه اتجن انت صعيدي بقى مفيش حاجة يعني دلت انك صعيدي وقت الغبة ما هتشوفي مجبان هتتغبة انا خايفة خايفة اللي عمل لك ومشكلة كبيرة في البيت انا برضو مش هرد الجميل بالطريقة دي ايه الهاري اللي انت بتهري ده جميل ايه وبيت ايه انا بقولك انا هتجاوزك بتقولي لي بيت ومشكلة يلا يا مام يلا وابوك ما ابوك مش هيوافق مش ملحق بقولك فرات اتجاوزك الملكة مان ما وافقتش لسه مش مهمة وافق انا موافق يلا موسيقى موسيقى